في مثل هذا اليوم قبل ثمانية عشر عاماً تأسست هيئة علماء المسلمين في العراق عام 2003 من جمع غفير من علماء العراق في الداخل والخارج وذلك بعد الغزو الأمريكي عام 2003 منذ اليوم الأول لتأسيسها أخذت الهيئة على عاتقها التصدي السياسي والإعلامي للمشروع الأمريكي المتمثل بالعملية السياسية ودعم المقاومة الوطنية العراقية ضد هذا الغزو ناهضت الهيئة التوجهات والأسس الطائفية والعرقية التي قامت عليها العملية السياسية وتبنتها أحزابها وميليشياتها وحذرت من تداعيات هذا النهج الطائفي على حاضر العراق ومستقبل شعبه كما حذرت من إقرار الدستور الحالي الذي تعامل مع الشعب العراقي بصفته مكونات طائفية وعرقية وليس شعبا واحدا ذا هوية كلية واحدة كما كان لهيئة علماء المسلمين موقفا محذرا من التعاون الأمريكي الإيراني في العراق وأن الاحتلال الأمريكي هو من وفر لإيران الأرضية المناسبة لزيادة تغولها في العراق كما أن هذا الاحتلال كان بوابة إيران للتوغل في عدد من الدول العربية وإشعالها الحروب الطائفية فيها كما هو جار الآن في سوريا واليمن وحذرت الهيئة من مشروع الصحوات الذي أسسه الاحتلال الأمريكي عام 2007 لتكون هذه التشكيلات رديفا لقواته التي أوذيت كثيرا في المعارك مع المقاومة الوطنية العراقية مؤكدة أن هذا المشروع إنما يستهدف المقاومة العراقية تحت لافتة محاربة الإرهاب كما ساندت وآزرت الهيئة كل الحراكات الشعبية العراقية ضد العملية السياسية وأحزابها الفاسدة بدءا من ثورة الخامس والعشرين من شباط وتظاهرات المحافظات المنتفضة وثورة تشرين المستمرة كما كانت منصاتها الإعلامية في مقدمة من تصدى لفضح أهداف الحرب الطائفية التي شنتها الميليشيات وفرق الموت الطائفية ضد سكان المحافظات المنكوبة كما يلعب قسم حقوق الإنسان فيها دورا حقوقيا رائدا في تسليط الضوء على الانتهاكات الحقوقية سواء داخل السجون أو خارجها كما تنشط مؤسساتها الإغاثية في تسهير قوافل إغاثية لمساعدة النازحين والمهجرين وهكذا حملت هيئة علماء المسلمين مسؤولية الدفاع عن العراق كل العراق وتعريف الرأي العام العربي وحتى الدولي بحقيقة ما يجري في العراق منذ العام 2003 وحتى اليوم وهو ما كلفها أثمانا باهظة من دماء العديد من أعضائها وتهجير ومطاردة الأحياء منهم